مثلما هم يقولون في الأجواء القريبة من محمد باقر الصدر كسروا رقبته طالب الرفاعي وعبر برنامج خطى مع علاء الحطاب على الفضائية العراقية قلت له سيد باقر الصدر والله والموت اللي أخذ سيد ميدي واخذ سيد باقر قال لي إذا فاتحت متى السور راح يطردني قلت له لا اطمن ما يطردك في العكس يرحب بيك ترحيب خاص وفعلا ذهب سيد ميدي سيد باقر بسيرين لواحد يحرك يعني احنا مهيئي أنا والدكتور جابر العطاء وهذا يعرفه شيخ محمد حسن الياسين رحمة الله عليه فاتمره واجهني بصحن الكاظمين قال سيد طالب الله يكسر رقبتك قلت له ليش أبو محمد أبو محمد حسين قال كسرت رقبت هذا السيد المسكين انت هو بن عطاء والسويتي كسرت برقبت هذا سيد بن عمته سيد باقر يصير بن عمد سيد شيخ محمد عسن الله يرحمون جميعا كان محمد باقر الصدر ألعوبة بيد هؤلاء ألعوبة لعبوا به وضيعوه لقد ضيع الرجل نفسه في متاهة لم ينتفع هو مما قام به ولم تنتفع عائلته فعائلته ليست راضية عما قام به محمد باقر الصدر وعلى أرض الواقع لم ينتفع أحد من ذلك المرجعية في النجفي أتحدث عن الخوئي وولده جمال لقد ساهم في إعدامه فإن الضوء الأخضر أخذه صدام من الخوئي وقد حدثتكم عن ذلك بالوثائق والشهادات الواضحة ذول كسرة ورقبتة جابر العطاء كان موجودا توفي بعد 2003 بعد سقوط النظام البعثي وطالب الرفاعي هو حي يرزق يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية أما هادي السويت فقد كان في الأردن وعلى ما هو المعروف من أن الحكومة البعثية جلبته من الأردن وأعدمته هذه السوبيتي شيعي لبناني لكنه لم يكن شيعيا كان سنيا بتمام معنى هذه الكلمة هو شيعي من جهة الانتماء المجتمعي لكنه كان سنيا كان مشبعا بفكري حزب التحرير وبفكري الأخوان المسلمين وبكل فكر ناصبي قذر وسخ وهذا هو واقع قيادات حزب الدعوة ابتداء من محمد باقر الصدر وانتهاء بأصغر واحد فيه حزب قطبي ناصبي لا أحلاقة له بدين محمد وآل محمد دينه دين السقيفتين دين السقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي وهذا هو دين محمد باقر الصدر كتبه تقول بذلك على أي حالين هم حفروا له حفيرة كما يقول طالب الرفاعي لذلك أرشت المرحوم جابر العطى إلى سماحة ها أحسن فقلت له هذا كلمة تاريخ أنا من هو تاريخ يا ما عندي تاريخ أنا علمي أنا الوحيد الذي جيت من يعني أنا الذي أنشأت شجرة العلم في أسرتي ما ما عد شيء فقلت له هذه تحتاج مواصفات أخرى يا أخ جابر قال وهي قلت لها القتلة قال أين توجد قلت سيد باقر الصدر قال إذن نعم نبدأ بشيد باقر الصدر من هنا بدأت هنا بدأت أنا من يجي الدكتور جابر ليليا نكون عندي سيد الصدر ماذا كنت تقول له سماحة حديثنا كل عن الإسلام السياسي وكان متعاطف أيضا مع بالتدريج تعاطف مع الفكر بالتدريج تعاطف كيف يعني أنا استطيع أن أقول حفرنا تحته أنا ودكتور باقر حفر فأوقعناه هذا هو مرجعنا محمد باقر الصدر كسروا رقبته حفروا له حفيرة إذن ما هو دوره إذن ما هو دوره ماذا سأقول لكم هذا هو مرجعنا هذا المرجع يوثق به هل هذا يوصف بأنه نائب صاحب الزمان هذا هو الذي قصدته بالأكذوبة الكبيرة التي كذبت علينا لأننا كنا نتصور الخوئي الخوئي ومن قبله محسن الحكيم ومن بعد الخوئي محمد باقر الصدر كنا نتصور أن هؤلاء على اتصال مباشر بصاحب الزمان وأنهم من رجال الغيب والملكوت وأنهم آلهة بصورة بشر وأنهم لا يخطئون وأنه ما من علم إلا وهم يعلمون به طلع الوضع خرطي بخرطي بخرطي وهذه الحقيقة أمامكم هذا هو الذي قصدته من أن الأكذوبة الكبرى التي كذبت علينا وكذبناها على أنفسنا هي المرجعية الشيعية طلع تخرطي بخرطي كل الذي قيل عنها من مدح لا يوجد فيها ما فيها إلا القبائح ما فيها إلا النقائص ما فيها إلا الهزال إنها الأكذوبة الكبرى في حياتي الشيعة الأكذوبة الكبرى في الواقع الشيعي منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزة النجف المشؤومة سنة 448 للهجرة وإلى هذه اللحظة ترجمة نانسي قنقر